اعتقد ان نبوءة النبي يوسف قد اقترب معادها انه معاد مولد النبي الجديد الذي سيأتي من عندنا نحن بني اسرائيل ليذهب كل منكم الى عمله فلا شيء يقف امام قدرة الله هذا عمران بن قاهث بن لاوي ابن يعقوب فهو من ذرية الانبياء وايضا زوجته يوكابد من ذرية الانبياء هكذا استمر فرعون على نهج ابيه بقتل ذرية يوسف بن يعقوب ولكن كل هذا لا يستطيع الوقوف امام ارادة الله استمر فرعون في قتل اولاد بني اسرائيل ورزق الله فرعون الولد ولكنه يمهل ولا يهمل لقد انجبت لي الولد يا نيفرتاري لنشكر الالهة على ما قدمته لنا يجب ان تقوم بتجهيز القرابيم والهدايا القيمة وتعطيها لكبير الكهنة في المعبد هذا ما حدث بالفعل لم تمر سوى ايام قليلة ومات ابن فرعون انا لا اصدق ما حدث فلقد كان ابننا بين ايدينا منذ ايام قليلة والان غير موجود ظلت زوجة فرعون تحمل وتلد ويعطي للمولود اسما ولكنه سريعا ما يموت تقررت هذه الحالة العديد من المرات ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين هل ترغبين في ان يكون لنا ابناء مرة اخرى بعد كل ما حدث نعم سيعطينا الله ابناء وسيعودنا عما حدث ولكن في الوقت الذي يريده الله اتزوج يا امي هل تريدين مني ان اتزوج نعم اريدك ان تتزوج فانه في غالب الامر يوجد عيب في نيفرتاري وتزوج فرعون بآسي اعتقادا منه انه سيرزق منها بذرية ويكون تخلص بذلك من اللعنة ولكن هذا ما لم يحدث فاستمرت اللعنة تطارده وظل بدون ذرية رزق الله عمران ويكابد بابنتهما مريم وبعد ثلاث سنوات رزقهم الله بهارون حيث ولد هارون في عام العفو اي العام الذي يترك فيه فرعون ابناء بني اسرائيل دون ان يقتلوا وبعد ولادة هارون رأى فرعون مناما ازعجه كثيرا لقد شاهدت في منامي ارض بيت المقدس تخرج منها نار عظيمة تنتقل الى ارض مصر فتحرق بيوت المصريين جميعا ولا تقترب من بيوت بني اسرائيل ما معنى هذا الذي رأيته في منامي اريد الاجابة فورا يا كبير الكهنة سيولد طفل من بني اسرائيل وسيزول ملكك على يديه ايتوني برئيس الجيش ورئيس الشرطة فورا جن جنون فرعون لذلك وشدد تعليماته لجنوده بقتل اطفال بني اسرائيل بلا رحمة ولا هوادة في الوقت الذي كانت فيه يوكابد على وشك ولادة ابنها الثالث موسى ماذا؟ اتريدين ان تلقيه في النهر يا يوكابد؟ هل هذا معقول؟ هذا ما اوحاه الي يا ربي هذا الكلام لا يقبله عقل اتريدين ان تلقي به في الموت المؤكد؟ ماذا اصابك يا عمران؟ هل نسيت ما حدث لجدنا ابراهيم عندما كانت النار بردا وسلاما علي؟ اذا افعلي ما اوحاه الله اليك اما انا فسأذهب بعيدا فلا استطيع مشاهدة هذا الموقف ولكن اترك لي مريم واخذ معك هارون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين أمي لقد اشتريت الصندوق يا أمي وأنا انتهيت من رضاع أخيك يا مريم إذن هيا بنا إلى النهر يا أمي هيا بنا يا مريم يا رب إني سأفعل ما أوحيت به إلي وإيماني بك هو ما يدفعني إلى فعل ما يعتبره الناس جنون موسى يا رب لقد آمنت بك فأنت رب جدنا إبراهيم ورب إسحاق ويعقوب وإسماعيل أسألك أن تعيد إلي يا ابني سالما ثبت قلبي ثبت قلبي يا رب يا من جعلت النار بردا وسلاما على جد يا إبراهيم إجعل الماء أمنا وأمانا على ابني ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدولي وعدوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقت السيدة يكابد الطفل الرضيع في اليم كما أوحى الله لها ومن خوفها عليه قالت لابنتها مريم يا مريم اذهبي وراء الصندوق حتى تعلمي إلى أين سيذهب ثم عودي إلي وأخبريني وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون يا للهول إنه قصر الفرعون يا إلهي يا إلهي أنقذ أخي أنقذه من يد الظالمين وصل موسى إلى قصر فرعون ومريم أخته تراقبه انظرنا يا فتيات انظرنا هناك ما هذا الصندوق وما الذي أتى به إلى هنا لنذهب إليه ونأخذ لنفتحه ونعرف ما به احذري ربما يكون بداخله شيء قد يصيبنا بضرر نعم أنتم على حق فلننتظر ونفتحه أمام مولاتي لنذهب لمولاتي إن السيدة آسيا قادمة لتأخذ كل واحدة مكانها ليقترب هذا الصندوق مني افتحي ولكن يا مولاتي أخشى أن يكون به شيء قد يصيب مولاتي بضرر لننتظر حتى يكون معنا بعض الحرص افتحي إنه ولد لقد أحببته إنه أصمر اللون يا سيدتي لكنه جذاب إني لا أستطيع أن أصرف نظري عنه كنت أشهر أن ما في الصندوق شيء جميل لم ينشرح قلبي لأحد سوى هذا الولد فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أريد أن يشتد القهر والقسوة على بني إسرائيل أريدكم أن تقتلوا أطفالهم وهم في بطون أمهاتهم لماذا الانتظار حتى يولدوا؟ ربما يكون في بطونهم بنات أريد أن أقتل البنات أيضا إنني أكره بني إسرائيل جميعا رجالا ونساء ماذا قال لك هذا الكاهن؟ السيدة آسيا وجدت طفلا رضيعا في مياه النيل اذبحوه الآن فورا ماذا بكم أيها الجنود؟ سنأخذ الطفل من أمركم بذلك؟ مولاي الفرعون وماذا ستفعلون به؟ سنذبحوه من سيسمح لكم بذلك؟ أنا الفرعون الأعظم وحاكم مصر كل هؤلاء الرجال من أجل ذبح هذا الرضيع الذي لا يقدر على إطعان نفسه اذبحوه مهلا أتعصين أوامري؟ ما كان لي أن أعصي لك أمرا إذن ماذا تريدين؟ لنتحدث وحدنا ولا يسمعنا أحد أرجوك امنحني هذه الفرصة اتركه يعيش يعيش هو وأموت أنا هكذا هو الوفاء لي آسيا؟ إن تفسير منامك يقول إن الذي سيذول ملكك على يديه سيخرج من بني إسرائيل أليس كذلك؟ بلى وما الذي أدرانا إن كان هذا الولد من بني إسرائيل أم لا؟ إذن من المحتمل أن يكون من بني إسرائيل إذن فليمت لم نرزق بولد يا زوجي العزيز منذ أن تزوجنا وكلانا يعاني من ذلك ماذا تقصدين بذلك يا آسيا؟ أقصد لماذا تعتبر هذا الولد نقمة وذوال ملكك على يديه ربما يكون نعمة أرسلتها لنا السماء تعويضا عن ما حرمنا منه من الأولاد أية سماء تلك التي تتحدثين عنها وأنا معي كبير الكهنة وأحوذ على رضا كل الآلهة زوجي أترك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وسيكن كل الولاء والإخلاص لك إذا ترب بين يديك وفي نعمتك أترك أتركه لينفعنا لينفعك أنت أما أنا فليس لي نفع به هل يعني هذا أنك ستعطيه لي؟ أتركوه لقد قال لكم أتركوه ألم تسمع با؟ وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه أسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون الحمد لله أنا لا أصدق أذناي سيعيش في قصر الفرعون وآسيا زوجة الفرعون سترعاه لقد اطمأن قلبي لذلك وتأكدت أن الله يحرس ابننا ماذا به؟ لما لا يكف عن البكاء؟ ربما جاع وعليه أن يرضع إذن فليأتوا بمرضعة آتوني بمرضعة واجعلوها تأتي كل يوم عليك أن ترضعيه جيدا أيتها المرضعة فهو بمثابة ابن لذوجة الفرعون لن أترك في أمعائه مكانا إلا وملأته باللبن فلا يوجد أهم من ابن السيدة آسيا إنه يبعد بوجهه عن صدرك هذا شيء عجيب فهو كما تقولين لم يرضع منذ الصباح نحن وجدناه في الصباح وهذا يعني أنه ربما لم يرضع منذ أمس دعيني أحاول مرة أخرى لقد رفض مرة أخرى هذا طفل عجيب سأذهب إلى مولاتي كي أخبرها بالأمر ماذا حدث؟ مولاتي الطفل لم يقبل صدر المرضعة فلتذهب هذه المرضعة ونأتي بأخرى ربما يتقبل من الأخرى حسنا يا مولاتي هذه المرضعة هي أشهر مرضعة في مصر فصدرها لينقطع عنه اللبن منذ سنين إذن فلنبدأ سريعا فلقد عانى هذا الطفل كثيرا عجبا لهذا الطفل لقد رفض ثانية وماذا علينا أن نفعل الآن يا مولاتي؟ هل أذهب لاستدعاء مرضعة أخرى؟ وماذا لو رفضها؟ لا أعرف يا مولاتي أريد مع شروق شمس اليوم الجديد أن تكون كل مرضعات البلاد هنا عندي في القصر أمر سيدتي إن الألم يعتصرني ابني جائع منذ الصباح ولا أستطيع الزهاب لإرضاعه هوني على نفسك يا يوكابد فماذا عسانا أن نفعل؟ لنبدأ لقد رفض فالتأتي التي تليها رفض 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 ما الذي أستطيع أن أفعله؟ كي أنقذ هذا الطفل من الموت هل أدلكم على من تستطيع إرضاعه؟ من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ أنا من بني إسرائيل وكنت أنظف المكان هناك منذ البارحة ورأيتكم وأنتم في حيرة من أمركم فأردت المساعدة فأنا أعرف مرضعة جيدة وهل ستختلف المرضعة التي ستأتي بها عن باقي المرضعات؟ أعتقد ذلك فلنحاول ربما أصبنا هذه المرة هل وفقت يا مولاتي؟ نعم اذهبي وآتيني بها مولاتي ها هي السيدة التي حدثتك عنها ومن هي؟ إنها إنها أمي أي إنها من بني إسرائيل أيضا نعم نعم إذن حاولي إرضاعه ماذا بك أيتها السيدة؟ ولما هذه الدموع؟ وهكذا عاد الطفل موسى إلى حضن أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أنه عدى الله حق وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون أتعلمين أن موسى رفض مرضعات كثيرات؟ موسى؟ من موسى؟ هذا الطفل أنا أسميته موسى هل هو اسم جميل؟ نعم نعم يا مولاتي اسم جميل يليق بهذا الطفل الجميل منذ هذه اللحظة أصبحت أنت مرضعة حتى الفطعم سمعا وطاعة يا مولاتي ومن الآن ستمكثين مع موسى في هذا القصر لتردعي وتراعي كيف ذلك يا مولاتي؟ أنا لا أستطيع أن أمكث في القصر إن لي زوجا وأولادا صغارا ولا يوجد أحد يعتني بهم غيري وماذا عن موسى؟ من التي ستردعه إذا جاء؟ هل أستطيع يا مولاتي أن أخذه معي إلى بيتي وأعتني به؟ وهل أستطيع أن أتحمل فراقه عني؟ سأتي به كل يوم إلى القصر كي تريه وأعدك أعدك أني سأعامله كأولادي وأكثر لا مانع ولكن اعتني به جيدا فهو كابني تماما الحمد لله أشكرك يا ربي أنا لا أصدق عيني لقد عاد طفلي الحبيب إلى حدني مرة أخرى طفلي طفلي الحبيب عاد إلي وسوف يتكفل فرعون به وبرعايته هل تصدق هذا يا عمران؟ هل تصدق هذا؟ نعم أصدق أن وعد الله حق لقد جاء موسى وجاء معه الخير ليس خيرا لنا فقط الخير سيكون لبني إسرائيل جميعا انظر إلى طفلي الحبيب موسى كيف كبر؟ إن يكابت تعتني به جيدا لو لاك ما كان لهذا الطفل أن يضل على قيد الحياة لا أعرف كيف سمعت كلامك وعفوت عنه يا فرعون مصر إنه مجرد طفل ألا تعلمين بماذا فسر الكاهن الحلم؟ الكهان يخطؤون أحيانا وكثيرا ما يصيبون وهل أرضى أن يصيبك مكروه يا زوجي الحبيب؟ إن هذا الطفل سيتربى معنا وسيكبر ويحمل الجميل لك وليه انظر انظر إلى وجهه انظر إلى ابتسامته الجميلة إنه يشبه كثيرا عبيد بني إسرائيل أصبح لموسى شأن منذ صغره وأصبحت آسيا تنفذ أي طلب يطلب منها من يوكابد بعد أن تستحليفها بموسى الحبيب هل هذا موسى بن فرعون؟ نعم هو أريد أن أراه إن العبيد يقولون إن آسيا زوجة فرعون تذوب فيه حبا نعم هل لأن أحمله قليلا؟ بكل سرور هل أقول لك سرا؟ 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 نعم سر إن حديثا يدور بين بني إسرائيل عن هذا الطفل وما هو هذا الحديث؟ إنهم يقولون إن هذا الطفل هو من سيزل على يديه ملك فرعون وإنه من بني إسرائيل وليس مصريا وهكذا كبر موسى وتعدى سن الفطام ووجب على أم موسى أن تعطيه لآسيا بعد أن أنهت مهمتها لقد جاوز موسى سن الرضاه يا عمران وماذا يعني هذا؟ يعني أننا يجب أن نرجعه إلى القصر مرة أخرى إن فراق موسى صعب ولكن يجب أن يعود إلى القصر مرة أخرى وكيف لي أن أفعل هذا؟ كيف أستطيع العيش دون أن أراه ثانية؟ تشجعي تشجعي يا يوكابد واصبري فإن الله مع الصابرين مولتي لقد أحضرت موسى آه موسى الحبيب أخيرا عدت إلى أحضاني مرة أخرى لقد جاوز موسى سن الفطام ومن الآن سيأكل أي شيء يقدم له لقد كنت أعد الشهور على فطامه كنت أشتاق له كثيرا شكرا لك يا يوكابد لقد سهرت الليالي وتعبتي في الاعتناء بموسى وها هو قد أصبح طفلا قويا بفضلك أنت في أي وقت شئت أن تريه؟ تعالي لا تترددي هل هذا صحيح يا مولتي؟ نعم صحيح إنني أعرف أن من يرى موسى يتعلق به ولا يستطيع نسيانة هذا صحيح يا مولتي وإن أردت أن تأخذيه إلى منزلك فتعالي وخذي مولاتي لقد جاء مولاي الفرعون وينتظرك في غرفة الملك سآتي حالا له هيا كي ترى الفرعون ويراك ويسعد بك كما سعدت أنا لقد طلبت مجيئك بمفردك ولكنني جئت بموسى كي تراه انظر إليه كيف كابر واشتد عوده لقد فتم اليوم وجاءت به المردعة لا ليس الآن لأجل خاطري خذه وداعب إنه طفل جميل إنه بشوش الوجه لقد سكت عندما وضعته على ساقي داعبه وسيدحى إنه لم يعرفك بعد لقد قطب جبينه إنه ينظر لنظرة غضب آه لقد جذب لحيتي بقوة كاد أن ينزعها من ذقني أيها الشقي إنه ليس بطفل لقد جذب لحيتي بقوة رجل هذا هو عدوي إنه الطفل الذي أشار إليه الحلم أيها الخدم أحضر الذباحين كي يقتلوا هذا الطفل حالاً وهنا وقع قلب آسيا في أقدامها وتوترت وألجم الموقف لسانها وعلمت أن فرعون ماض في قراره لا محالة أقتلوا هذا الطفل حالاً انتظر إنه مجرد طفل فرعون حبيبي أنا عندي حل سيؤكد أن موسى ليس هو الطفل المقصود إنه لا يعي ما يفعل انظر سنأتي بصحنان صحن به ياقود وصحن به جمرات من النيران ونقدمها إليه وإذا التقط الياقود فهو يعرف ما يفعل وإذا التقط الجمر فهو لا يعقل ما يفعل إذن أحضر الياقود والنيران هيا قرب منه الصحنج هيا يا صغيري التقط ما يحل لك سيلتقط الياقود لا محالة أرأيت لقد وضع الجمرة في ثمه إنه طفل لا يدري ما يفعل إلي بالمياه كي نرطب ثمه إنه يتألم من اللهب إلي بالمياه وهكذا بعد أن تبين لفرعون أن موسى مجرد طفل لم يعد يعير انتباه ونجاه الله من بطش فرعون للمرة الثانية إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا أن يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعله الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وكبر سيدنا موسى ولكن بسبب الجمرة التي وضعها في فمه أصبح لديه لثغة أثرت على كلامه أريدك أن تعلم موسى القراءة والكتابة والحساب والفلك والهندسة أريده أن يكون متفوقا في كل شيء ثم بعد أن يتعلم هذا علمه أيضا التشريح طوع أمرك يا مولاتي أريده أن يكون قويا بعلمه ومعرفته عمران لقد آن الأوان أن تعلم موسى دين الله دين آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب نعم يجب أن يعرف ما هو دين الله الحق يجب أن يعرف دين التوحيد أنه لا إله إلا الله لا شريك له وأن ما يعبد من دونه شرك وكفر به إن الكهنة يعلمونه في قصر الفرعون من فضل الله عليه أنهم لا يعلمونه عقائدهم وبدأ موسى بتعلم كافة العلوم في القصر ودين أبويه في قصر أمه مرت الأعوام عاما وراء عام وكبر موسى وأصبح على أبواب الشباب وأصبح يسير وسط عبيد بني إسرائيل وقد كان يحب أن يسير وسطهم لكنه كان يكره ظلم فرعون لهم كان يسير وسط عبيد بني إسرائيل ويرى الوجوه التي كستها الذلة والخنوع أدركني يا موسى أخبرهم أنني رجل عجوز لا أحتمل العمل إنه حجر ويجب أن تحمله وتصعد به إنها أوامر الفرعون وكان موسى عبدا صالح لم يكن ليسجد للأصنام أبدا وكان يرى أن ما يفعله فرعون وكهانته من السجود للأصنام هو أشد دروب الكفر ظلاما ولم يكن فرعون يطلب من موسى الذهاب معه للمعبد مثل باقي أولاد فرعون وأخبر الكاهن في القصر لموسى قصة العثور عليه وحزن سيدنا موسى وذهب إلى يكابد ليسألها موسى وحكى موسى كل شيء ليكابد وعمران إنما قاله الكاهن صحيح نعم أنت ابن من أبناء عبيد بني إسرائيل نحن والداك يا موسى كبرت وترعرعت في القصر واشتد عودك أراد الله إنقاذ بني إسرائيل من يدي فرعون لقد أعادك الله إلينا يا موسى وعلم فرعون أنك قد علمت كل شيء لا يستطيع فرعون أن يفعل شيئا بعد ذلك لك موسى إنها مريم أختك الكبرى وبجوارها هارون أخوك ماذا قلت يا أمي قلت أختك لقد علم موسى كل شيء هذا صحيح هذا صحيح وعلم أيضا أنني ساهمت في الموضوع نعم علم وكان ينتظر لقاءك أنت وهارون يا لأ أخي الحبيب وهكذا عاد موسى للمرة الثانية لحضن يوكابد والدته الحقيقية وعرف عبيد بني إسرائيل الحكاية وباتوا يتهامسون بها فيما بينهم هيا هيا يا موسى حتى نصلي لله جميعا هيا يا موسى يجب أن تتعلم الصلاة من أبيك عمران الصلاة التي كان يصليها كل آبائنا من رسل الله من قبل لقد كان آبك منذ صغرك يجهزك لمثل هذا اليوم كان يجب أن تفهم دين الله الحق وها قد آن الأوان لأن تفهم وتقرب موسى من دين الله أكثر وأصبح يقضي وقت فراغه في القراءة فلنتركه مع دين الله بارك الله فيك يا موسى بارك الله فيك ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ويبلغ موسى مبلغ الرجال وكان كل يوم يمر يعنو شأن موسى لذا قومه وكان كعادته رؤوفا رحيما ويساعد قومه ويشد من أزرهم وكان قومه دائما يشكون إليه مواجعهم وضعفهم وفي يوم بينما سيدنا موسى يمشي في السوق يستصرخ رجل من بني إسرائيل ويطلب المساعدة أدركني أدركني يا موسى من بطش هذا المصري فوكزه موسى فقضى عليه فبهت موسى لهذا الأمر وحزن حزنا شديدا فقد كان يريد فضل اشتباك وليس قتل المصري لقد قتلته يا موسى من أجلي لقد استحق جزاءه وقال موسى لنفسه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له ثم رفع موسى رأسه إلى السماء وقال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين وأقسم على هذا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين وبعد هذا الحادث أصبح موسى في المدينة خائفا يترقب الأخبار وبات يسأل نفسه هل اكتشفت الحادثة وهل عرف أنه هو من قتل المصري وبات موسى ليلته حزينا وفي اليوم التالي استنجد به الرجل مرة أخرى أدركني أدركني يا موسى من بطش هذا المصري وأسرع موسى كي ينقذ الإسرائيلي ولكنه تذكر قسمه أمام الله أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين وتوقف وفكر وقال لنفسه مما لا يكون هذا الإسرائيلي هو المعتدي إنه كثير المشاجرة مع المصريين وقال موسى للإسرائيلي بضيق إنك لغوي مبين تريد أن تقتلني يا موسى كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا وما تريد أن تكون من المصلحين هل أنت من قتل المصري البارحة يا موسى؟ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ووصل الخبر إلى فرعون بأن موسى من قتل المصري إذن فموسى هو الذي قتل المصري هذا ما قاله العبد الإسرائيلي أمامنا يا مولاي اذهب يا رئيس الشرطة وأحضر موسى هنا أمامي وأحضر كذلك هذا العبد الإسرائيلي الذي شهد الحادثة موسى موسى انتظر انتظر أهرب أهرب يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك أهرب إني لك من الناصحين وخرج موسى من المدينة خائفا يترقب ودعا ربه قائلا رب نجني من القوم الظالمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وبعد أن خرج سيدنا موسى وهو خائف من بطش الفرعون وهو لم يأخذ معه أي طعام أو ماء وسار في الصحراء كثيرا وكان ينوي أن يتجه إلى مدين التي تخرج عن سيطرة فرعون سار على قدميه حتى تورمتا ونزفتا الدماء وقد كان الطريق إلى مدينة وعرا جدا وكان يشرب من الآبار التي يجدها في طريقه وكان يأكل من أوراق الشجر وبعد ثمانية أيام وصل إلى مدينة والتي كان يسكنها أبناء مدينة وهم من ذرية إبراهيم عليه السلام وكان أهلها أهل تجارة ورفاهية وسار إلى الفتاتين اللتين كانت ابنتين لرجل صالح من قوم مدين واسمه شعين فسألهما موسى ما خطبكما؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير وبعد أن رفع الصخرة بمفرده والتي لا يقدر على حملها عشرات الرجال سقى لهما أغنامهما ثم ذهب إلى الشجرة يستضل بظلها ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إنك تتعجب من أننا جئنا اليوم مبكرا على غير عادتنا يا أبتاه لقد رزقنا الله اليوم بشاب قوي ثقى لنا أغنامنا يظهر من ملابسه أنه ليس من أهل مدين لقد كان يرتدي ملابس المصريين لقد كان متعبا وكان يظهر عليه التعب الشديد ويظهر أنه قد أتى عن طريق صفر لقد سمعته وهو يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهنا قال شعيب لابنتيه بعد أن شعر أنه عبد طيب وخلوق فلتذهب إحداكما فتدعوه لنجزيه أجر ما سقى لنا الأغنام إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وسار موسى وراءها ولكنه توقف وقال لها بعد أن وقعت عينيه على ساقها وتناعبت الرياح بثوبها وكشفت عنهما سأتقدمك في السير فإن أخطأت في الطريق فنبهيني لذلك وبعد أن رحب شعيب بموسى وأطعمه وأكرمه سأله من أنت ومن أين أتيت وبعد أن قص عليه موسى القصة كاملة قال له شعيب لا تخف نجوت من القوم الظالمين يا أبي استأجر إن خير من استأجرت القويها الأمين فسألها كيف عرفتي أنه قوي أمين فقصت عليه قصة الصخرة التي رافعها بمفرده وقصة الرياح التي أظهرت ساقيها ووجد طلب ابنته صفوراء قبولا عنده فقال لموسى يعرض عليه العمل معه يا بني إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ترعى لي فيهم غنمي وماشيتي فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك قبل موسى عرض الشيخ وقال له ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل وبعد أن أتم موسى العشر سنوات في مساعدة شعيب اشتاق لأهله وطلب من شعيب أن يسير بزوجته وابنيه إلى مصر متخفيا كي يعرف أحوال أهله وعشيرته فأذن له شعيب وأعطاه من المال ما يكفيه للسفر وصل موسى إلى صحراء مصر هو وأهله وحاول موسى أن يشعل الأعشاب كي يتدفأ هو وأهله لكن بسبب قوة الرياح لم تشتعل الأعشاب وفجأة نظر موسى بعيدا ورأى نارا عظيمة تأتي من جانب جبل الطور فقال لأهله بسعادة امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ووصل موسى إلى مكان النار فوجدها تخرج من شجرة ذات أوراق خضراء كانت الشجرة في جبل غربي عن يمينه وتعجب موسى من الأمر بعد أن سكنت الرياح في الوادي وضع موسى يديه على عينيه من شدة النور وتساءل أهي نار أم نور وشعر موسى بالخوف وقرر الهروب سريعا ولكنه توقف فجأة وفجأة ارتج الوادي واهتزت الأرض من تحت قدميه وسمع موسى صوت الله عز وجل يأتي له من كل اتجاه وهو يقول له يا موسى فرد وهو يرتعش من الخوف وينظر في كل اتجاه وقال من؟ فقال له الله عز وجل إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى زاد انتفاض جسده وازداد خوفا وخشية بعد أن عرف أن الله هو من يتكلم معه وخلعنا عليه وأكمل الله عز وجل قوله وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فقال رب العزة ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وعندما رأى موسى الحية تسعى حوله وبين قدميه خاف واستدار وولى مدبرا ولكن الله عز وجل ناداه قائلا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ومد موسى يده إلى الحية فتحولت إلى عصى مرة أخرى وقال الله عز وجل واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى ووضع موسى يده في جيبه فخرجت بيضاء من غير سوء ووضع يده على قلبه فاطمأن وسكت وأصدر الله أمره لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال موسى رب إني قتلت نفسا من آل فرعون وأخاف أن يقتلوني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي فأجاب الله عز وجل دعوته وقال له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون ودعى موسى ربه مرة أخرى وقال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري تقبل الله دعاء موسى وجعل هارون وزيرا له وسرد الله له حكايته منذ ولادته إلى أن قال له واصطنعتك لنفسي فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضهم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لدى أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون وكان موسى يسير مع أهله وهو شارد الذهن يفكر فيما حدث ماذا سيفعل مع فرعون إن الله أمره أن يدعو فرعون إلى دين الله برفق وليم وأن يطلب منه أن يعتق بني إسرائيل من العبودية والمذلة التي يعاملهم بها ووصل موسى إلى قصر فرعون ودعاه لعبادة الله وحده وطلب منه أن يترك بني إسرائيل فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ماذا تريدني أن أطلق سراح عبيد بني إسرائيل إنهم عبيدي وقد وارثتهم مع ملك مصر أتقول أنهم عباد ربك وما رب العالمين يا موسى ورد موسى رب السماء والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ألا تسمعون وأكمل موسى دون أن يلتفت لسخرية فرعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ويكمل موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أبعد أن هربت كل هذه السنين تأتي إلينا بمثل هذا الطلب الغريب؟ ألست موسى الطفل الرضيع الذي التقطناه من النيل والذي لم يكن له حول ولا قوة وأنا من ربيتك في هذا القصر وصرت رجلا بعد أن أطعمتك مما أطعم منه ونمت على فراش الآلهة وأحسنت إليك أشد الإحسان وقال موسى ردا على فرعون أتقول أنك أنعمت علي وربيتني في القصر بعد أن جعلت أهلي وعشيرتي عبيدا عندك تسخرهم وتستعملهم لأغراضك الدنيوية ألست موسى الكافر الذي قتل المصري والذي هرب بعد فعلته ويرد موسى على فرعون قائلا فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أتريدنا أن نؤمن بربك فما بال القرون الأولى التي لم تؤمن به ويرد موسى على فرعون قائلا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لأن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين يا موسى وقال موسى له أولو جئتك بشيء مبين ما هو هذا الشيء المبين يا نبي الله أرنا إياه إن كنت من الصادقين فألقى سيدنا موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان أبعد هذه الحية عني ثم أخرج يده فإذا هي بيضاء ما هذا الذي فعله موسى اذهب الآن يا موسى قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين إن موسى يكذب نعم يكذب يا مولاي لا يوجد إله في السماء ليس لنا إله غيرك يا فرعون وهل من الممكن أن يكون هناك إله في السماء كما يزعم موسى كيف والسماء بلا عمد وكيف يكون إله موسى في السماء وأين مكانه فيها إذن فابني صرحا حتى أصعد عليه وأظهر الحقيقة لموسى وللعبيد إن موسى ساحر ويريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين نعم لقد سحر أعيننا بما فعل لقد رأيت هذه الفعلة من السحرة سابقا إذن ماذا نفعل مع هذا الساحر؟ نرجيه هو وأخاه ونبعث في طلب السحرة في كل أرجاء المملكة نعم نرسل في طلب السحرة ولتأتون بأقوى السحرة حتى يقف أمام موسى ويظهر لهم سحرة ويهزمهم ويفضحوه أمام كل عبيدي قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم انهضوا أيها السحرة أتفعلون هذا؟ وأكثر إذن ففعلوا هذا أمام موسى والعبيد جميعا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين نعم أجر من فرعون ربكم لكم أن تتخيلوا كيف سيكون أجركم إن كنتم أنتم الغالبين سنغلبه بعزة فرعون فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين لقد انكشف سحرك يا موسى وأرسلت الجنود لطلب كل السحرة في مصر حتى يأتوك ويبطل سحرك الذي سحرتنا به لتخرجنا من أرضنا هناك مناسبة قريبة إن يوم الزينة سيجيء بعد عدة أيام وسأجعلك تقف أمام السحرة وتظهر آياتك التي تؤمن بها وإن انكشف سحرك أمام الجميع سيكون مصيرك القتل سوف يكون اللقاء على مرأة ومسمع كل الناس ووافق موسى وطلب أن يكون اللقاء في عز النهار قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعذا فاجعل بيننا وبينك موعذا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا واجتمع الخلق الكثير من شتى أنحاء مصر في ساحة أحد المعابد الكبرى ليشاهد العجب العجاب بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وقال لهم موسى بضيق ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى إما أن تلقي يا موسى عصاك أو نكون نحن الملقين فقال لهم موسى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وسحر السحرة عيون الناس جميعا بسحرهم الخادع للبصر واسترهبوهم ووقع موسى معهم في السحر وخاف وارتجف قلبه من المشهد ولكنه سمع صوت الله عز وجل يطمئنه ويقول له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى واطمأن قلب موسى وعادت له قوته وألقى عصاه ما هذا الذي فعله موسى لقد التقط ثعبانه كل الثعابين إنه ليس بساحر إنه رسول من عند الله إنها معجزة من الله إن موسى صادق لقد آمنت بالله يا موسى ربك وربنا جميعا أسجدوا لله يا عباد الله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أتؤمنون به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر سأقطع أيديكم وأرجلكم وسأمثل بجثثكم افعل ما تريد يا فرعون إننا آمنا بالله ولن نشرك به أحدا لقد أحللت لكل المصريين رقاب ونساء ونقود بني إسرائيل فلتأمروهم بفعل كل ما يحلو لهم مع العبيد قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى يا موسى قتلوا أبنائنا ويستحلون لساءنا أدركنا لقد قتلوا أبنائي يا موسى وتملك موسى الغضب ولكن ماذا عساه أن يفعل وأمرهم بالصبر وذكرهم بالسحرة الذين أسلموا وكلمهم عن الجنة التي أعدها الله للصابرين وكان ممن اتبع موسى ماشطة بنت فرعون وقد روى قصتها الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبينما هو فوق المسجد ومعه سيدنا جبريل شم رائحة عطرة فسأل جبريل وقال له لمن هذه الرائحة؟ قال لماشطة ابنة فرعون وحكى له حكايتها بسم الله أتعبدين إلها غير أبي؟ الله ربي ورب فرعون ذهبت ابنة فرعون إلى أمها نيفرتاري وأخبرتها بما قالت الماشطة وأخبرت نيفرتاري فرعون وأحضر فرعون الماشطة وسألها من ربك؟ فقالت ربي وربك الله فحبسها ثلاثة أيام ثم جاء بها وسألها مرة أخرى من ربك؟ فأجابت الله ربي وربك ثم أمر بإحضار زيت مغلي وأن يأتي الجنود بالماشطة مع أبنائها ثم سألها الفرعون من ربك؟ الله ربي وربك أحضر أولادها إن لم تعترفي بأنني أنا ربك ألقيت أكبر أبنائك في هذا القدر من الزيت المغلي الله ربي وربك ألقوا بالفتى في الزيت ولدي 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 من ربك؟ الله ربي وربك ألقوا بالصبي في الزيت المغلي من ربك؟ الله ربي وربك فأمر فرعون الجنود بأن يلقوا آخر ابن لها الطفل الرضيع وحن قلب الماشطة على طفلها الرضيع وكادت أن تطاوع فرعون فنطق الطفل الرضيع وهو بين يدي الجندي أثبتي يا أماه فإنك على الحق المبين فألقت بنفسها وهي تحمل رضيعها بالزيت حفاظا على دينها فحفظ الله ذكرها إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك له الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وما يزال موسى بن عمران يدعو قومه ليلا ونهارا لدين الله عز وجل وما زال العبيد يجادلون ويسألون يجب أن يقتل موسى ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وهنا تكلم أحد الرجال المؤمنين ولماذا نقتل موسى؟ لأنه قال ربي وجاءنا بالبينات إنه كاذب إن كان كاذبا فسيقع عليه كذبه وإن كان صادقا يصبكم بعض الذي وعدكم به إن الله لا يهدي من هو مصرف كذب إني أشتم سحر موسى عليك يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إذا جاءنا كما جاء لقارون لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وإن كان موسى رسولا فأنا إله وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون لا يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا قوم إني أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تريدونني أن أكفر بالله وأكون عبدا لفرعون إن فرعون ليست له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وسوف نقف أمام الله جميعا ومعنا فرعون يا قوم لا تسرفوا إن المسرفين هم أصحاب النار إن كلامك يحيرني ولكن قلبي يرتاح إليه لقد قلت لكم الحق أمام الله حتى لا أموت وفي صدري شهادة لم أقلها لكم واتفق فرعون معهم على الرجل ودبروا له المكيدة ولكن الله حماه ووقاه سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وجاء غضب الله على فرعون وقومه فغضت مياه النيل وغرقت مصر في الفيضان وحاول رجال فرعون أن يسدوا ماء الفيضان لكنهم لم يفلحوا وعلم موسى أن الفيضان هو غضب من الله عز وجل على فرعون وقومه وقرر أن يذهب لهم ويخبرهم بالأمر وطلب موسى من فرعون أن يترك العبيد كي يخرجهم موسى من مصر حتى ينتهي الفيضان وأن هذا غضب من الله عليه غضب من الله؟ أم فعل السحر من أفعالك؟ وكانت آسيا زوجة فرعون بدأت تحس بصدق موسى الذي ربته وتعلم أنه صادق لا يكذب فرعون اسمع كلام موسى فهو يقول الحق إنه غضب من الله علينا أترك له العبيد ليخرج بهم من مصر وسيرفع الله الغضب عننا عندي حل وما هو؟ سأخبر موسى أنه لو أذهب عن الفيضان لنؤمنن به ولنرسلن معه العبيد وصدقهم موسى ودع الله أن يكشف عنهم العذاب فتقبل الله دعاء موسى ومنع الفيضان عنهم وعادت الأرض كما هي واستقامت وأنبتت الزرع وغضب موسى من فرعون وآله بعدما نكثوا عهدهم معه ودعا ربه أن يجازيهم بما عملوا فسلت الله عليهم الجراد وأنزل الله جنوده من الجراد على مصر فأكلت الأخضر واليابس وفرغت الصوامع من القمح والمخازن من الخضروات والفاكهة وباتت المجاعة على أعتاب قصر فرعون أتوسل إليك يا موسى أن تنقذنا من هذا العذاب لا نستطيع التحمل أكثر من هذا ليس لنا طاقة بهذا العذاب ادعو لنا ربك أن يخرجنا من هذا العذاب وإن أخرجنا هذه المرة سنوفي بعهدنا هذه المرة وصدقهم موسى لعل الرجل يقول الصدق هذه المرة ويرسل معه بني إسرائيل ورفع يديه عاليا إلى السماء ودعا ربه أن يزيح عنهم العذاب واستجاب الله له وأزاح الجراد وطلب موسى من الرجل تنفيذ ما وعد به ولما العجلة يا موسى؟ انتظر قليلا حتى نرى الحب في الأرض وتطرح الثمار أتريد أن تتركنا بدون طعام ونأخذ العبيد وترحل؟ هل يرضيك هذا يا نبي الله؟ وانتظر موسى وأخبر العبيد بما حدث وذهب موسى وهارون إلى فرعون وطلب من فرعون أن يخلي سبيل العبيد إنني أخاف على العبيد منك ومن سحرك يا موسى إنك ستأخذهم وتسخرهم لأعمال سحرك أغرب عن وجهي أيها الساحران حزن موسى وهارون بعد أن نكث فرعون ورجاله العهد للمرة الثانية وخرج غاضبي وبعد أن خرج موسى وهارون من قصر فرعون دعا موسى على فرعون وقومه للمرة الثالثة نعى الله أن يذل فرعون وآله مرة أخرى فاستجاب الله لدعوته وأنزل سخطه وغضبه على فرعون وآله للمرة الثالثة وفي هذه المرة أنزل عليهم القمل وأدخله في بيوتهم ليمتص دماءهم وكالعادة اجتمع فرعون مع رجال دولته ليحل أمر هذا القمل ولكن لا حل للقمل إلا بالذهاب لموسى وذهب الرجل الذي وعد موسى قبل ذلك مع بعض رجال الدولة إلى موسى موسى أرجوك ادعو ربك ليخفف عننا هذا العذاب نحن لن نخن العهد هذه المرة وصدقهم موسى الطيب ودع الله أن يزيح العذاب عن آل فرعون واستجاب الله لدعوة موسى وأزاح العذاب عنهم وذهب موسى وهارون إلى فرعون بعد أن ماطله رجال فرعون أكثر من مرة وماذا تبقى في جعبتك أيها الساحر هذه المرة وخرج موسى غضبان أسفا مما فعله معه فرعون وبعدما سخر منه وأعلمه أنه لن يترك له العبيد دعا موسى ربه أن ينزل العذاب على قوم فرعون واستجاب له ربه وأنزل العذاب للمرة الرابعة على قوم فرعون وأنزل الله عليهم جنوده من الضبادع وأحالت حياتهم جحيما موسى إنك قاسي القلب علينا ادعو ربك وأقسم لك هذه المرة قسما لا يرد أن نؤمن بك ونرسل معك العبيد وصدقهم موسى ودعا ربه أن يزيح العذاب وأزاح الله العذاب عن آل فرعون وأضل فرعون قومه وما هدى ورأى موسى أن العبيد ما يزالون يعاملون بقسوة وبلا رحمة وعلم أن فرعون ورجاله لن ينفذوا ما وعدوه به فغضب موسى وهارون وأنزل الله آية عذاب أقوى وأشد من كل الآيات التي قبلها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ابتعدوا أروني ماء النيل ما هذا الذي أراه لقد تحول ماء النيل إلى دم ورأى فرعون مياه النيل تتحول إلى الدم وجن جنونه من هذه الآية الشديدة التي أنزلها الله عليه وعلى قومه وكانت كل كأس تصب فيها المياه تحول المياه إلى الدم ومن رحمة الله على عبيد بني إسرائيل أنهم لم يصبهم هذا الغضب وكانوا يشربون من المياه التي تظل مياها ولا تتحول إلى دم واجتمع فرعون بآله ورجاله وخلص رجال دولته إلى أن الحل في يد موسى وذهب الرجال إلى موسى 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 قال الرجل وعاد وزاد وبكى وانتحب وتوسل إلى موسى أن يخرجهم من هذا العذاب ورفض موسى ولكنهم ظلوا يتوسلون إليه حتى رضي عنهم ودع الله أن يزيح عنهم العذاب وذهب موسى وهارون إلى فرعون وملئه كي يطلب منهم تنفيذ الوعد كفاك هذه الألاعيب أيها الساحر لقد فاض بي الكيل منك أصدقت بأننا نؤمن حقا بما كان يحدث من آيات هي من عد ربك وخرج موسى وهارون من القصر وكان موسى في هذه المرة شديد الغضب وقد تضايق أكثر من رجال فرعون الذين كانوا يأتون إليه متوكلين لكي يدعو الله أن يزيل عنهم الغضب ودعا موسى ربه بعد أن خذله آل فرعون للمرة الخامسة وبعد أن علم فرعون بإسلام زوجته آسيا قام بتعليق آسيا بين الأوتاد وأمر جلوده أن لا ينزلوها إلا بعد أن تموت لأنها كفرت به وآمنت بإله موسى وآخر ما قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ثم أسلمت آسيا الروح وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين وضل قوم فرعون عن سبيل الله بعد أن دعا موسى الله قائلا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم وبعد أن استخف فرعون قومه بأنه غني وموسى فقير أفقره الله وأفقر قومه وهذه آية أخرى من آيات الله لقوم فرعون ولكنهم لم يدركوها وظلوا على الطاعة لفرعون وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وثار فرعون وطغى أكثر هو وجنوده على العبيد وقست قلوبهم ولم يعد بنوا إسرائيل يتحملون كيف يا موسى ستخرج بنا من مصر ولم يؤمن بك إلا القليل منا إنني أخاف عليك من العبيد إنهم ماكرون أخبرهم موسى أن الله أمره أن يخرج بالعبيد ولن يعصي لله أمره وأنه مؤمن بأن الله قد حدد الميعاد المضبوط لخروج العبيد وأخبرهم أن فرعون قد ضعف بعد أن أصاب مملكته الفقر وهذا أنسب وقت للخروج من مصر في ظل انشغال فرعون بأموره الداخلية إذن فلنسرع بالخروج يا موسى قبل أن يعرف فرعون وملأه أمرنا وبدأ طابور العبيد في الخروج من مصر وأمامهم موسى يدلهم على الطريق الذي أخبره به الله وكان فرعون وجنوده وقومه يعلمون أن العبيد خارجون لعيد لهم ولكن انكشف أمر موسى لفرعون سيعودون إلى مصر أذلة بدون نبيهم موسى كيف؟ سنذهب وراءهم بجيشنا إن عدد الجنود لدينا هنا قليل إذن سنرسل في المدائن حاشدين ونبعث في طلب الجنود من كل أنحاء مصر هيا يا رئيس الجيش ابعث في طلب الجنود من أنحاء مصر إن العبيد قد كذبوا علينا وإنهم لنا لغائضون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون رسم فرعون الخطة ودرسها مع أركان جيشه وأحكموها بمهارة حتى لا يكون هناك موضع لخطأ لماذا لم أفعل هذا منذ زمن؟ لماذا لم أقتل موسى منذ مولده؟ لقد كنت أعلم أنه الطفل الذي قالت عنه النبوءة لماذا تركته يكبر ويقوى في قصري؟ وأسرع فرعون وجنوده وراء موسى والعبيد وفرح جنود فرعون أنهم يسيرون وراء فرعون الذين يظنون أنه إلههم وأيقنوا أن لهم الغلبة وأن موسى والعبيد هم الخاسرون إنهم قادمون فرعون قادم ومعه جيشه وسيقتلوننا شر قتلة لقد ضعنا يا موسى إن البحر أمامنا والعدو وراءنا وقال موسى مطمئنا كلا إن معي يا ربي سيهدين وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم عبر موسى عليه السلام البحر ومعه بن إسرائيل هيا ماذا تنتظرون ولما تبعهم فرعون وجنوده أطبق الله عز وجل البحر عليهم فأغرقهم جميعا ولم يبق منهم أحدا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ورد عليه جبريل قائلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين غرق فرعون وجنوده ولم يقبل الله توبته فإن الله لا يقبل توبة عبد وصلت روحه إلى الحلقون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أهل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون يا إلهي كيف حدث هذا لقد أغلق البحر أمواجه على فرعون وجنوده لم يترك منهم نفر على قيد الحياة لا أستطيع أن أصدق ما أرى لقد انتهى جيش فرعون الذي طالما أذاقنا الذل والعبودية والهوان كيف فعل موسى هذا؟ إنه لنبي حقا لقد ارتحنا من فرعون وجنوده بضربة عصا واحدة إنني لا أصدق ما أرى هل أنا أحلم؟ واحتفل العبيد وأكلوا وشربوا وطربوا ورقصوا فرحا بغرق فرعون وجنوده وتوصف حفى الذل والعبودية للأبد وسجد موسى لله شكرا لأنه نجاه هو وقومه من فرعون إلى الأبد وسار موسى والعبيد وراءه إلى ميقات ربه وتوغل في الصحراء أكثر وأكثر وأكثر فلنسترح قليلا يا موسى قد أنهكنا السير إننا نسير منذ يومين ولم نذق طعم النوم نعم نريد أن نستريح لقد تعبنا إنهم عبيد بني إسرائيل الفارين من فرعون نعم لقد سمعت عنهم وهذا هو نبيها ورسول بني إسرائيل إن اسمه موسى وهذا هذا هارون أخوه وقد نجانا هو وربه من فرعون وجنوده لقد ابتلعاهم البحر وأغرقهم عن بكرة أبيهم هل ترون هذه العصى؟ نعم نعم لقد فلق موسى بها البحر فأصبح كل فرق كالطوض العظيم فمررنا وسط الماء إلى الشط الآخر وأسرع فرعون وجنوده وراءنا بالدخول إلى البحر ولكننا مررنا بسلام إلى آخر فرد ثم التحمت أمواج البحر وغارق فرعون وجنوده فيه كيف فعل موسى هذا؟ إذن فهو ساحر عليم يقول إنه مرسل من رب العالمين هيا كفاك كلاما وبعد مسيرهم ليومين متواصلين دخل موسى مع قومه على قرية كان أهلها يعبدون الأصنام انظري إنهم يسجدون لآلهتهم إنهم قوم صالحون يا ليت لنا مثل آلهتهم هذه يا موسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله نريد إلها نقدم له القرابين والصلوات نريد إلها نراه نعم 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 اجعل لنا إلها وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وهكذا طلب العبيد من موسى أن يكون لهم إلها كما لهؤلاء القوم إله وغضب موسى منهم وهاله ما قد سمع ووقعوا في الشرك مرة أخرى ولم يمضي على نجاتهم بضعة أيام وبعد أن سمعوا ما قال موسى وراء غضبته أكملوا المسير وراءه وبعد أن سار موسى بقومه خارجا من القرية التي كان أهلها يعبدون الأصنام دخل على سيناء ومروا من أمام جبل الطور وجاء أمر رب العالمين لسيدنا موسى عليه السلام بالذهاب إلى أعلى جبل الطور لميقات ربه وأخبر موسى أخاه هارون بما أمره الله به أخبره أنه سيعود إلى جبل الطور بمفرده ليلاقي ربه وأمره أن يستخلفه في قومه وهكذا ترك موسى العبيد في يد هارون وبدأ رحلة الصعود إلى الجبل وصل موسى أعلى قمة جبل الطور وقد كان صائما فتم ميقات ربه أربعين ليلة وحانت اللحظة وجاء الوقت الذي سيسمع فيه موسى صوت الحق عز وجل وانتهى ميقات موسى مع ربه بعد أن أنزل عليه الوصايا وأراد أن يعود إلى قومه فقال له الله عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري وأسرع موسى في الرجوع إلى قومه وهو يستشيط غضبا وفي يده الألواح التي بها الوصايا العشر وقد كان السامري نحاتا للأصنام من قبل وبعد أن ذهب سيدنا موسى لميقات ربه قام بإخراج العجل لبني إسرائيل ليعبدوه وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين فلتستغفروا إلهكم ولتبكوا ولتتوبوا إليه استغفروا على ما فات واطلبوا منه الرحمة فيما هو آت هني أن لكم يا بني إسرائيل فقد جاء ربكم إليكم أخيرا هيا اطلبوا منه ما تشاءون اطلبوا لتجدوا وها هو هارون آتني إليكم لكي يسجد معكم للإله اسجد يا هارون ها هو إلهك وإله بني إسرائيل اسجد اسجد إلى أن يأتي موسى ويسجد هو الآخر معنا وتفاجأ هارون بما رأى ولم يصدق ما يحدث وقال للعبيد والغضب يتملكه أيها العبيد إن هذا ليس إلهكم وإنه عمل شيطاني من أعمال السامري يريد به أن يضلكم عن طريق الحق يريدكم أن تشركوا بالله ما ليس لكم به علم وطلب منهم أن لا يسجدوا لهذا الصنم وليعودوا إلى عبادة الله ويستغفروا ربهم على ما صدر منهم لا تخدع العبيد يا هارون أنت تعلم أن هذا هو إلهك وإله بني إسرائيل فلتسجد له ولا تتكبر حتى لا يأخذك العذاب الأليم اتق الله يا سامري ولا تلقي بنفسك وبالعبيد في التهلك هل تريد أن يعود العبيد إلى الشرك بالله مرة أخرى؟ هل تريدهم أن يضلوا بعد أن هداهم الله؟ حذاري مما تقول يا رجل إن هذا الكلام حرام عليك وسيغضب إلهك مما تقول نعم إن هذا هو إلهنا إن قلبي يحدثني أن هذا هو إلهنا وها أنا أسجد له وأطلب منه الرحمة والمغفرة هيا اسجدوا مع هذا العبد المؤمن ولا تسمعوا كلام المضلين اذهب يا هارون أنت ومن معك وإلا أصابك بطشنا وأنت تعلم أن بطشنا أليم شديد اذهب نعم اذهب بعيدا اذهب بعيدا هيا هيا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وظل هارون يدعو قومه ليلا ونهارا ليخبرهم أن هذا العجل عمل من عمل الشيطان وأن ربهم أكبر من أي شيء وطلب منهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروه وأخذ يذكرهم بمعجزات الله التي أنقذهم بها وتكريمه لهم ورعايته وقال لهم إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري فأصموا آذانهم عنه ورفضوا كلماته لأن النفوس التي اعتادت على الشرك صعب أن تخرج منه وظلوا على كفرهم إلا قليلا جدا لم يضلوا معهم واستضعف العبيد هارون وكادوا يقتلونه وأنهوا المناقشة معه إلى أن يأتي موسى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وجاءت اللحظة ووصل موسى إلى قومه ووصل إلى أسماعه أصوات الاحتفال اطلبوا من الإله كل شيء اطلبوا منه المال والوطن اطلبوا منه المملكة ابكوا تحت قدميه وجد موسى العبيد ساجدين للعجل وجن جنونه وثار لبه ولم يصدق ما يرى أمامه ورأى العبيد وجه موسى وقد اكتسى بعلامات الغضب صرخ موسى في العبيد صرخ وغضب وجهل وقال قولته بئس ما خلفتموني من بعدي قالها ثم ألقى الألواح من بين يديه وأسرع إلى أخيه هارون وهو يستشيط غضبا وأمسك موسى هارون من شعر رأسه ولحيته وشده نحوه وهو يرتعش من قمة الغضب وقال لهارون يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري وقال هارون بضعف ني موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فسأله موسى لماذا لم يدمر هذا الصنم الذي سجدوا له إنه بهذا قد اشترك معهم في الخطأ ولكن هارون يرد عليه قائلا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وقال له كذلك بوهن وضعف يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين وأدرك موسى أنه ظلم هارون وأدرك أن هارون تصرف أفضل تصرف ممكن في هذه الظروف ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين فترك رأس أخيه والتفت إلى قومه وقال لهم بغضب شديد كيف ضللتم الطريق وعبدتم هذا الصنم؟ كيف تسجدون للصنم بعد أن عافاكم الله من عبادة الأوثان؟ ألم تروا بأعينكم ما حدث لفرعون ولكل من عبده؟ ولكل من سجد للأصنام ألم تدركوا بعقولكم وقلوبكم أن هذا ليس إلهكم؟ لماذا لم تسمعوا قول هارون؟ ألم تستطيعوا الصبر قليلا حتى أعود؟ إن الزنب كله يقع على السامري يا موسى لقد أضلهم وأخرج لهم العجل بعد أن صهر الذهب في الأفران إنه سبب كل ذلك وغضب موسى أكثر بعد أن سمع كلام المرأة وتقدم موسى من السامري وقال له والغضب يأكله ما خطبك يا سامري؟ سامحني يا موسى لقد بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها على الذهب وكذلك سولت لي نفسي لقد أضلني الشيطان يا موسى بعد أن هداني الله سامحني يا موسى سامحني ودعوا ربك أن يسامحني على ما بدر مني ولكن موسى قد دعا عليه وقال له أن يذهب ولا يقترب منه وعقوبته أن لا يقترب منه أحد ولا يمسه أحد وأنه سينتظر موعد عقابه واستجاب له ربه وظل السامري بقية عمره وحيدا منبوذا لا يمسه أحد ولا يختلط به أحد من العبيد عقابا له على مسه ما لم ينبغي عليه مسه وأمر سيدنا موسى بني إسرائيل بإشعال النار وإلقاء العجل فيها حتى يصبح رمادا ويرى الجميع أنه صنم لا يضر ولا ينفع ولم يكتفي موسى بصهر العجل أمام أعين العبيد بل حمله بعد أن صار رمادا وذهب وألقى به في البحر وتحول العجل المعبود إلى رماد رماد يتطاير أمام أعين العبيد الضالين ثم ارتفع صورة قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسى وقال للعبيد الذين معه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما والتفت موسى إلى قومه وهو ما يزال غاضبا وحكم في القضية كلها وأفهمهم أنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل إلهة وقال إن التوبة من هذا الجرم أن يقتل نفسه كل من سجد للعجل جزاء لما فعل فأمر موسى العبيد أن يقتل كل رجل أخاه وكل واحد صاحبة حتى قتل في ذلك اليوم ثلاثة آلاف رجل وتوسل العبيد إلى موسى فالترحمنا يا موسى من هذا العقاب إننا أخطأنا واتبعنا أهواءنا أدعو ربك أن يغفر لنا فالترحمنا يا موسى وبعد أن بك العبيد ورجوا موسى أن يسامحهم على فعلتهم عفى الله عنهم وسامحهم إنه التواب الرحيم وبعد أن سامحهم الله زال الغضب من موسى والتفت إلى مهمته الأصلية وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وذهب إلى الألواح الملقاة أرضا والتقطها وقرأ ما فيها على قومه وأمرهم في البداية أن يأخذوا بأحكامها بقوة وعزم واستمع الكل إلى الوصايا وبدأ قوم موسى في مساومته على الحق الذي أنزر في الألواح إنشر علينا الألواح يا موسى فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها نريد لكل واحد منا نسخة حتى نقرأ ما في الألواح بتأن وروية ولكن موسى يقول لهم اقبلوا ما فيها ولكنهم راجعون مرارا وتكرارا إلى أن أمر الله ملائكته أن ترفع الجبل فرفعته فوق رؤوسهم كأنه غمامة ولما رأى العبيد الجبل كادوا يموتون من الرعب والخوف خشية أن يقع عليهم الرحمة يا موسى سيقع الجبل فوق رؤوسنا ويقترنا لماذا تفعل هذا بنا يا موسى وقال لهم موسى إن لم تقبلوا ما في الألواح سقط عليكم ذلك الجبل قبلنا يا موسى قبلنا ما في الألواح يا موسى نعم قبلنا ثم أمرهم موسى بالسجود إلى الله فوضعوا خدودهم على الأرض وهم ينظرون لأعلى إلى الجبل بخوف ورعب وهكذا أثبت قوم موسى أنهم لا يسلمون لله وجوههم إلا إذا لويت أعناقهم بمعجزة حسية باهرة تلقي في قلوبهم الرعب وتثني الأقدام نحو السجود ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ونادى سيدنا موسى قومه إلى ضفة النهر ليخبرهم بأمر مهم وبعد أن اجتمع العبيد أخبرهم موسى بما يريد أمر موسى علماء بني إسرائيل وخيارهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه ثم أخبرهم أنه سيختار منهم سبعين رجلا لكي يخرجوا معه لملاقات ربهم الذي أمره بهذا ويخبرهم موسى أن هؤلاء السبعين رجلا سوف يدعون الله أن يتوب عليهم جميعا مما فعلوه سابقا وهل يجوز أن نستغفر الله على ذنوب لم نفعلها يا موسى هل يجوز أن نحمل أوزارنا وأوزار العبيد فليستغفر الله كل منا بلسانه ما لنا نحن وذنوب باقي العبيد يا لكم من مجادرين ويجيب موسى أن العلماء ورثت الأنبياء وهم الذين يحملون العلم بعدهم وهم المسؤولون الأوائل عما حدث في واقعة العجل ولأنهم عبدوا العجل مع العبيد يقع عليهم الذنب الأكبر لقد فتنا جميعا يا موسى ولقد عفى عنا ربك وأنت رأيت هذا ولكن موسى لم يعبأ بحديثهم كثيرا وبدأ في اختيار السبعين رجلا وسط صمت العبيد جميعا وكان كل من يسمع اسمه يقف وهو يتنهد في ضيق ويجز على أسنانه بغيظ يا ذا حظي المشؤوم أف لك يا موسى لماذا أنا بالذات دونا عن كل العبيد واختار موسى السبعين رجلا وخطب فيهم قائلا لقد اختارهم الله للذهاب معه وهذه نعمة كبيرة وفضل من الله ولكنهم لم يحبوا لقاء الله ومن لم يحب لقاء الله فإن الله لا يحب لقاءه وجاء السبعون رجلا إلى موسى ثم قال لهم موسى بعد أن رآهم أمامه انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم واسألوه التوبة على ما تركتم وراءكم من قومكم صوموا تطهروا طهروا ثيابكم واقترب موسى ومن معه من الجبل وبات على بعد أمتار منه إنه جبل الطور ها؟ ودنى موسى من الجبل أكثر والرجال واقفون مكانهم وفجأة حدث شيء غريب فإذا بعمود من الغمام تنشق عنه السماء ويتغش الجبل كله ما هذا الذي يحدث؟ ودخل موسى في الغمام أكثر وفجأة نزل عمود نور ساطع باهر من السماء على جبهة موسى وقع نور ساطع لا يستطيع أحد من البشر أن ينظر إليه أو يطيق احتماله وضرب الحجاب على موسى ولم يعد يراه أحد من السبعين رجلا وكلم الله موسى تكليما وسمع الرجال صوت الله عز وجل وهو يكلم موسى ما هذا الصوت؟ من الذي يكلم موسى؟ هل تسمعون ما أسمع؟ نعم نعم نسمع نسمع صوت من هذا؟ صوت من هذا؟ اسمتوا حتى نسمع ماذا يقول واختر موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وانقشع الغمام وعاد الأمر كما كان قبل الغمام ووقف موسى والرجال وجها لوجه ما هذا الذي حدث يا موسى؟ فلتخبرنا بقصة ما حدث يا موسى وما هذا الصوت الذي سمعناه؟ وأخبرهم موسى أن الصوت الذي سمعوه هو صوت الله عز وجل لقد كنت أسمع الصوت من جميع الاتجاهات ويخبرهم موسى أن الله ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وأنهم محظوظون أنهم سمعوا صوت الله ولكن كيف لنا أن نتأكد يا موسى أن ما سمعناه هو صوت الله؟ نعم نعم كيف نتأكد؟ من الممكن أن يكون سحرا أو شيئا من هذا القبيل أو أن أحد الناس دخل في الغمام عندما غشينا الضوء وقال ما قال نعم نعم ما يقول من الممكن أن هذا ما حدث لقد سمعنا الصوت يا موسى ولكننا نريد أن نرى صاحب الصوت إن كان هذا صوت الله فإننا نريد أن نرى الله ودهش موسى مما يقولون وأخبرهم أنه لا يجوز أن يروا الله أخبرهم بقصة الصعق التي حدثت له فوق جبل الطور عندما طلب نفس الطلب من الله وأخبرهم أنهم لن يستطيعوا أن يروا الله وهم على هذه الهيئة البشرية ولكنهم لم يقتنعوا بكلامه ما هذا الكلام الذي تقوله؟ انظر يا موسى لقد أخذتنا معك كل هذه المسافة وتركنا أهلنا وديارنا كي نلقى ربك وفي النهاية تقول إننا لن نستطيع أن نرى الله يا موسى أنا لن أؤمن لك حتى نرى الله جهرا وبعد أن قالوا كلمتهم وشددوا على رؤية الله كي يؤمنوا لموسى ظهرت نظرات الخوف على وجه موسى وما هي إلا ثوان حتى حدث ما لا يحمد عقباه أنقذنا يا موسى أنقذنا 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 يا موسى وصعق الرجال ووقعوا موتا لأنهم طلبوا أن يروا ما لا يجوز أن يروا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون توسل موسى إلى الله أن يغفر لهم ما فعلوه وأخبرهم أنهم قوم سفهاء لا يعرفون عاقبة الطلب الذي طلبوه منه وظل يتوسل ويبكي إلى الله وغفر لقومه فأحياهم الله بعد موتهم إنه هو الغفور الرحيم وعاد الرجال إلى الحياة مرة أخرى وقال لهم موسى أنهم طلبوا شيئا يستحيل أن يحدث وأخبرهم أن من نعمة الله عليهم أنه بعثهم بعد موتهم إلى الحياة مرة أخرى لطفا ومغفرة منه لأنهم إن بعثوا على ما كانوا عليه لا بعثوا على الكفر وأن من يبعث على الكفر يرث جهنم وبئس المصير ثم استمع المختارون في هذه اللحظة إلى النبوءة التي تبشر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وعاد موسى بقومه بعد أن ذهب لميقات ربه وبعد أن طلب من الله أن يغفر للقوم خطيئتهم أجابه الله إلى ذلك وأمره أن يذهب بالقوم إلى الأرض المقدسة شخص من بني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وما زال موسى يجلس مع القوم يعلمهم وينصح لهم ويشدد عليهم أن لا يعصوا الله ما أمرهم وأن يأخذوا بما جاء في التوراة وأن يعملوا للآخرة ويخبرهم أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة هي دار الجزاء وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأن الله واحد ليس له شريك في ملكه وأن كل من يبتغي غير الله فقد أثم وكفر وجزاؤه النار ولكن العبيد هم العبيد بعنادهم وكفرهم وعدم تصديقهم لموسى وأمر الله تعالى موسى أن يسير بقومه نحو بيت المقدس بعد أن ظل قوم موسى يرحون عليه في طلب مملكة لهم وبدأ موسى في التحرك نحو بيت المقدس ووراءه العبيد وستسخط الكثرة ورضاء القلة منهم يا لها من رحلة شاقة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء واجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وعندما وصل موسى مع بني إسرائيل إلى أسوار بيت المقدس أراد موسى إخبار قومه بما أمره الله أن يدخلوا بيت المقدس ويقاتلوا أهلها ليخرجوهم منها ويسكنوها ولما قال لهم قالوا إنني معك يا نبي الله ولكن يجب أن نخبر باقي العبيد بما تريده لنا من خير سأخرج لأخبرهم انتظر انتظر أيها العالم فلتخبرهم في الصباح دعهم الآن نائمين وفي الصباح نخبرهم ونشرح لهم كل شيء ما هذا الذي يقوله موسى؟ هل يريدنا أن ندخل بيت المقدس ونقاتل من فيه؟ إننا ما خرجنا من مصر كي نقاتل أنا لن أقاتل أحدا ولا أنا ولا أنا ما لي أنا والقتال؟ إذن هيا لنخبر العبيد بما قال موسى وهارون ونحذرهم مما يدفعوننا إليه وننصحهم أن لا يسمعوا كلامه هيا 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 وفي الصباح عندما اجتمع القوم يا موسى لن نستطيع محاربة قوم بني المقدس إننا عبيد ضعفاء وقومها جبارون فلتبحث لنا عن مدينة أخرى لكي ندخلها ونقاتل أهلها نحن نعلم ما فعلته أنت وربك لنا يا موسى ولكننا لن ندخلها مدام فيها سندخلها إذا خرجوا منها كيف يخرجون منها هكذا؟ ما هذا الذي تقول؟ إننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها أجل أجل حتى يخرجوا منها لن ندخلها أجل أجل وظل موسى يدعو قومه للقتال كل يوم إلى أن توقحوا على موسى لقد مللنا هذا الحديث يا موسى وأنت تعرف نيتنا منذ أول يوم دعوتنا فيه للقتال لقد قلنا لك إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها مدام فيها أدخلوا عليهم من الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك وقاتل يا موسى إنها هنا قاعدون أجل أجل إنها هنا قاعدون أجل إنها هنا قاعدون أجل يا موسى يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون وبعد أن رفض العبيد دخول بيت المقدس ومحاربة من فيه لكي تعلوا كلمة الحق وبعد أن شكى موسى لربه ما فعله العبيد معه وبعد أن أيقن أنهم لن يدخلوا بيت المقدس دعا الله أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين واستجاب الله لموسى وأنزل غضبه على عبيد بني إسرائيل وحرم عليهم دخول مدينة بيت المقدس أربعين سنة وجعلهم يتيهون في الصحراء هذه الأربعين سنة وبدأت سنوات التيه والغضب وتعطل حلمهم بعد أن كان على بعد خطوات قليلة منهم وحزن موسى بعدما علم بأمر الله ولكن الله عز وجل قال له فلا تأس على القوم الفاسقين وكان موسى حزينا يفكر فيما فعله اليهود بأنفسهم وكيف عصوا الله بعد أن نجاهم من فرعون وكيف لم يطيعوه بعد أن أمرهم بدخول بيت المقدس وصبر موسى على العبيد كي يكمل رسالته ودخل العبيد على المجاعة بعد أن نفذ طعامهم وشرابهم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين إن طعامنا قارب على الانتهاء يا موسى وما زلنا في الصحراء التي ليس بها زرع ولا ماء من أين سنأتي بالطعام يا موسى؟ أخبرنا ودعا موسى ربه فاستجاب له وأرسل عليهم سحابة تقيهم حرارة الشمس أنزل لهم الله من السماء المن وطيور السلوى حتى يأكلوا ويسدوا جوعهم وأكل بنو إسرائيل المن والسلوى وأنقذهم موسى من الموت جوعا في الصحراء وبدأ ينفذ الماء وبدأ يقتل بعضهم بعضا من أجل الماء فذهبوا لسيدنا موسى وطلبوا منه أن يدعو ربه ليرزقهم الماء افعل شيئا يا موسى ادعو لنا ربك ادعو لنا ربك لكي ينزل علينا ماءا كما أنزل المن والسلوى أنا أطشان ادعو لنا ربك افعل شيئا يا موسى ادعو لنا افعل شيئا يا موسى وساد الهرج والمرج وعلت الأصوات التي تطالب بالماء ودعا موسى ربه وأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر فانشقت منه اثنتا عشرة عينا وعلم كل سبط من الأسباط لاثني عشر اليهود ما شربهم من الماء وأخبرهم موسى أن الماء قسمة بينهم ولكن لم ينتهوا عند هذا الحد بعد كل ما أنعم الله به عليهم ما زالوا يشتكون ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أفن له من طعام لقد سئمت لا يوجد غير المن والسلوى عندك يا موسى وهكذا سئم بني إسرائيل من طعام المن والسلوى وذهبوا إلى موسى يشكون إليه يا موسى يا موسى لقد سئمنا من طعام المن والسلوى إننا نريد العدس والفول والبقول والخضروات ادعو لنا ربك أن يخرج لنا هذا الطعام من أرض سيناء وعاد موسى ينبههم إلى ظلمهم لأنفسهم ودعاهم إلى الصبر حتى يأتي أمر الله ولكنهم ضدروا منه ولم يسمعوا له وقال موسى مستنكرا عليهم أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قدر وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره الله لكم اهبطوا هذه البادية إلى أي مدينة تجدوا ما اشتهيتم ولما هبطوا تبين لهم أنهم يقدمون اختياراتهم دائما على اختيار الله لذلك لزمتهم صفة الذل وفقر النفوس وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وتمر السنون السنة وراء السنة وتتعاقب الفصول وما زال بنو إسرائيل في التيه في تيه الصحراء لا يعرفون لهم وجهة ولا قصدا يسيرون وراء موسى الذي يعلم جيدا أنهم سيظلون على هذه الحال أربعين سنة سيظلون تائهين وفي يوم من الأيام كان موسى يخطب في بني إسرائيل ويدعوهم إلى الله ويحدثهم عن الحق ويبدو أن حديثه كان جامعا مانعا رائعا فبدى كما لو كان يلخص حكمة الدنيا في السطور التي قالها تحدث معهم كيف أهلك الله قارون وفرعون وكل من أراد بهم سوءا وذكرهم بقصة عبور البحر ذكرهم بالمن والسلوى والينابيع التي تفجرت في الأرض وكيف اصطفاه الله ليكون نبيا لبني إسرائيل وكيف رأوا المعجزات بأعينهم لم يترك شيئا إلا وذكرهم به يا له من حديث لقد أجاد موسى الحديث هذه المرة أكثر من أي مرة أخرى من أين أتى بهذا الكلام؟ إنه لم يترك شيئا إلا وتحدث فيه وانتهى موسى من خطابه الرائع وكان بني إسرائيل جميعا معجبين بالحديث الذي لم يسمعوا مثله من قبل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسوهونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابين شديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وهنا قال أحد بني إسرائيل لموسى شيئا جعل الأمور تسير على غير ما يرام لقد كنت حقا عظيما يا موسى في حديث الصباح ولكن هذا لا يمنع أن من الممكن أن يقول أحد غيرك مثل هذا الحديث إن موسى أعلم أهل الأرض جميعا أليس كذلك؟ بلى أنت أعلم أهل الأرض جميعا وهنا أجاب موسى بأنه أعلم أهل الأرض جميعا وبسبب هذه الزلة من لسان موسى ساق الله عتابه لموسى حين لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى ثم كلمه الله عز وجل وقال له يا موسى ما يدرك أين يضع الله علمه وأدرك موسى أنه تسرع وعلم أن لله عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه وبعد أن فطن موسى لكل ما حدث وعلم حقا أن الخضر أعلم منه وأنه كان يفعل كل شيء بأمر من الله الذي لا يضر أحدا من عباده قال له أوصني قال الخضر سأوصيك يا موسى لا تكن مشاء في غير الحاجة وإياك واللجاجة ولا تضحك من غير سبب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وأبكي على خطيئتك ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد يسر الله طاعته عليك يا موسى وداعا يا موسى وداعا يا نبي الله وعاد موسى أدراجه عائدا إلى بني إسرائيل عاد بعد الرحلة العجيبة التي جمعته مع الخضر عاد بعد أن علم أشياء لم يكن يعلمها من قبل وتدور الأيام ويحمل على الأكتاف في نعش من كان البارحة يسير على قدميه وسط العبيد وتفنى العبيد وتولد عبيد وينتهي جيل ويخرج جيل ينتهي جيل عبدة الأصنام الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها ويصعد جيل التيه الذي لم يسجد الأصنام ووحى الله تعالى إلى موسى أني متوف هارون ومات هارون وأخبر موسى العبيد بأمر هارون بأن الله قد قبض روحه وفزع العبيد وحزنوا على فراق هارون لأنهم كانوا يحبونه بسبب طيبة قلبه وصبره عليهم وهكذا أصبح موسى وحيدا بعد موت هارون لقد مات من كان موسى يشدد به أزره ويشركه في أمره لك الله يا موسى ويقول العلماء إن موسى عمر مئة وعشرين سنة في الأرض ولكل شيء نهاية والإنسان ولد ليموت والأنبياء بشر ويجري عليهم قانون البشر عندما جاء اليوم الذي سيموت فيه موسى يحدثنا أبو هريرة عن هذا اليوم من لسان أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك فلطم موسى عين الملك ففقأها فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وفقأ عيني فرد الله عليه عينه فقال ارجع إلى عبدي وقل له آل حياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يداك من شعره فإنك تعيش بعدد كل شعرة لمستها كل شعرة لك بها سنة وذهب ملك الموت إلى موسى وأخبره بما قاله الله له فقال له موسى ثم ماذا قال ملك الموت الموت تموت فقال موسى الآن من قريب واختار موسى الموت وبعدما قال موسى الآن من قريب قال يا رب فادني من الأرض المقدسة رمية حجر إني أريد أن أتفن قريبا منها وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا الآن من قريبا من قريبا من قريبك